أكيد قبل ما نروح لماتش النهاردة في حاجات أرينا عليها النهاردة وشفناها على مدار الأيام اللي فاتت وحتة اللي هي مرتبطة بتطوير منظومة التحكيم تطوير منظومة التحكيم في اتحاد المصر الكورت القدم بدأت برحيل الكابتن عصام عبد فتاح رئيس اللجنة السابق وتولي الخبير الإنجليزي كلاتنبيرج رئاسة اللجنة ومهمة تطوير التحكيم وده ظهر للجميع إنه بدأ من البداية في السيطرة على كل مفاتيح الأمور داخل اللجنة والقضاء على الأخطاء اللي كانت موجودة وتصحيح الأمور داخل اللجنة خلى ناس ما تتحملش وتسيب اللجنة زي ما حصل نهاردة من الأستاذ سيد مراد اللي كان مسؤول عن حكام الفار واللي شفنا في عهده كمية أخطاء غير مبررة لا حصرة لها لحكام الفار واللي ضيعت حقوق أندية ومنحت أندية حقوق مش حقوقها والجميع طالب بتصحيح المنظومة وعلى رأسهم النادي الأهني شفنا الأستاذ سيد مراد قدام تصحيح الأمور في اللجنة قدم استقالته لأن النظام الجديد غير النظام القديم عشوائي ناس كتير جداً كتواغد على نظام العشوائي أيام لجنة الكابتن عصام عبد الفتاح إنما دلوقتي الاحتراب بقى موجود في ناس مش حتقدر تشتغل مع المنظومة الجديدة لأن ده اللي حيبتدي يحط قولة خطوات التصحيح في المنظومة دي ففي ناس حتقدم استقالتها يعني أنا أتوقع أن في ناس تانية حتقدم استقالتها مش سيد مراد بس عموماً كل اللي قدر أقوله هنا الآن بدأ تصحيح منظومة التحكيم الآن بدأ تصحيح منظومة التحكيم نتمنى إن التصحيح ده يدي كل فريق حقه وده المطلوب يعني كل فرقة مش عايز أكتر من حقها بما فيهم النادي الأهلي حتى النادي الأهلي اللي أصار ضجة فترات الماضية أو السنة الأخرانيين عشان اللي حصل فيه النادي الأهلي عمره ما كان بيتكلم عن التحكيم وكنا بنقول الفترة اللي فات كلها إحنا برضو مع حكامنا المصريين بس أخد حقي لما ما أخدش حقي آه لازم أبتدي أتكلم لازم أطالب بحقي ما زي ما بيقوله الساكت عن الحق الشيطان أخرس فما بقى لك بقى أن الحق ده بتاعي أنا ما أطلوش غير حقي حتى الفريق اللي قدامي ياخد حقه كامل المهم يبقى فيه عدالة وده اللي إحنا طالبينه كنادي أهلي نتمنى إن شاء الله معك لاتنبرج نشوف حاجة تانية خالص غير اللي إحنا شفناها السنتين تلاتة اللي فاته ترجمة نانسي قنقر